حول الموضوع ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور حسين علاوي الخبير العسكري والإستراتيجي دكتور حسين مساء الخير أهلا بك معنا كما تبعت معنا وكما نشر السيد العبادي أعلن تطهير 14 ألف كيلومتر بصحراء الأنبار من داعش في العراق أيضا العراق أيضا كان أعلن بأنه تم إنهاء داعش عسكريا المرحلة الحالية ما الذي تتطلبه فيما يخص عمليات التطهير فيما يخص ما بعد إنهاء داعش عسكريا يعني أكيد أنه عمليات القضم السريعة التي تقوم بها القوات العسكرية العراقية ورغم الظروف الجوية التي قد تكون في بعض الأحيان صعبة لأن عمليات القضم السريع والتطهير للأراضي تتطلب الآن زيادة الفاعلية في تهيئة المناخ لعملية مسك الحدود بصورة تامة جدا وبالتالي هناك تهيئة تامة إلى قوات الحدود وكذلك هناك قوات صحراوية لجهاز مكافحة الإرهاب تعمل مع جانب التحالف الدولي وكذلك الجانب الفرنسي من حيث التدريب والإمكانيات وبالتالي هذه القوات ستمسك الأرض إضافة لقوات الحجد العشائري وكذلك قوات الجزيرة والبادية وقيادة عمليات تحرير نينوى وقيادة عمليات تحرير صلاح الدين وكذلك قيادة عمليات سامرة إضافة لقيادة عمليات الأنبار وبالتالي مجمل هذه القيادات العسكرية ستسهم بتحصين النصر العسكري الذي تحققه في المناطق المبنية وكذلك تنطلق لتعزيز الحملة باتجاه إكمال مسيرة السيطرة على البوادي والوديان وخصوصا وادي حوران ووادي قذف وكذلك بالمقابل مسك الحدود بصورة تامة جدا والسيطرة على المخافر الحدودية على الحدود العراقية السورية طيب متى يمكن القول بأن داعش انتهى كليا من العراق نتحدث الآن عن الانتهاء العسكري لكن الانتهاء الكلي في جميع أنحى العراق متى؟ يعني أكيد هذا سيرتبط ببيان القادة العام للقوات المسلحة وهناك مؤشرات على إعداده لكن بالمقابل هو ينتظر أن تمسك القوات العراقية بمعارك الصحراء المفتوحة بصورة تامة جدا وكذلك تمسك الحدود العراقية السورية وبالتالي مراكز الثقل العسكرية لهذا التنظيم الإرهابي قد انهارت انهيار تام وكذلك هناك تجفيف للقدرات المالية وقدرات التجنيد وقدرات العبور على عبور الحدود العراقية السورية وبالتالي لم يبقى لهذا التنظيم الإرهابي إلا الفكر والمتطرفين الذين ستعالجهم الحكومة خلال المراحل المقبلة وبعض الأوكار الموجودة في وادي حوران ووادي قذف على ذكر الفكر دكتور حسين يعني محاربة الفكر يعني من أين يجب البدء حتى فيما يخص ربما من عاشوا تحت ضل داعش في مناطق احتلاله الأطفال الذين درسوا بمناهج داعش يعني هنا ما بعد داعش أمامنا يعني حرب أخرى حرب فكرية حرب من نوع آخر من خلال يعني نقاط محددة كيف يمكن محاربة هذا الفكر كيف يمكن إعادة هؤلاء الصغار وهؤلاء الأشخاص الذين غسلت أدمغتهم في فترة احتلال داعش يعني أكيد الخطة الجديدة للحكومة العراقية ستنطلق خلال المرحلة النهائية لانتهاء العمليات العسكرية وبالتالي كل الأجهزة الحكومية والأجهزة العسكرية والمدنية ستعمل على تعزيز العلاقات المدنية العسكرية وكذلك إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة التطرف تكون محلية موجودة في المحافظات والمناطق والمدن والأقضية والنواحي التي عانت من هذا التنظيم الإرهابي قضية التنمية التي ستوازي عمليات مكافحة التطرف وبالتالي تحقيق التنمية هو عملية مهمة لمكافحة التطرف من خلال توفير فرص العمل وكذلك عمليات التأهيل النفسي والسايكولوجي للمواطنين الذين عاشوا تحت نير هذا التنظيم الإرهابي وكذلك بالمقابل دور المدارس ورجال الدين ورجال العشائر وكذلك الشخصيات الاجتماعية المهمة داخل المجتمعات المحلية إضافة إلى قطاع الشباب الذي لا بد أن يتم التركيز عليه خلال المراحل المقبلة وهناك التزامات من قبل التحالف الدولي في دعم خطوة الحكومة العراقية إضافة للأمم المتحدة وكذلك الأشقاء في دول الخليج العربي وكذلك الدول العربية الأخرى وبالتالي هناك إرادة كبيرة جدا لعمليات الاستثمار في النصر العسكري وتحويله إلى نصر سياسي وبالتالي نتحدث عن السياسات الحكومية التي لا بد أن تذهب إلى أقصى نقطة في الأرض العراقية من أجل إيصال التنمية وإشعال النور وبالتالي عودة الحياة مرة أخرى في هذا المدن وهذا ما يعد التزام كبير للسيد رئيس وزراء دكتور حيدر العبادي في أن ينفذ خطته في مجال مكافحة التطرف والقضاء عليه أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور حسين علاوي الخبيل العسكري والاستراتيجي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد شكرا جزيلا لك